على شكل سفينة يبرز منزل كبير اكتشفته تنقيبات السير ليونارد ويلي في مدينة أوري الأفرية الأدلة التاريخية المنسوبة إلى التوراة تؤكد أنه منزل نبي الله إبراهيم ويضيف ويلي دليلا آخر هو ختم استواني منقوش عليه كلمة إبراهام وجد قرب هذا البيت تم اكتشاف عن طريق بعثة متحف البرطاني من قبل السير ليونارد ويلي ومساعده هرم السام مشيرين إلى ذلك لوجود دليل في التوراة لوجود دليل في التوراة يشير إلى أن النبي إبراهيم قد ولد في أورك الدانين على مسافة 800 متر من زقورة أور الشهيرة والمقبرة الملكية يقع هذا المنزل متوسطا حارة سكنية كبيرة تدل طبيعتها العمرانية على أنها أنشئت في العصر البابلي القديم بحدود 1850 عاما قبل الميلاد وفيها كانت أور تابعة لبابل وهي الفترة الزمنية التي عاش فيها إبراهيم الخليل به ما يقارب 62 متخل في هذا البيت به يعني مصلة خاص للعبادة المثلثة الشكل والأشكال المثلثة من أشكال المقدسة في العراق القديم به مكتبة مقسمة إلى رفوف يعني كانت توضع الظاهر بها بعض الألواع وهناك بعض المرافق من ساحات وسطية تشبه الحوش يعني الحوش أو البيت العراقي الشرقي الآن اللي موجود عندنا في الستينات والسبعينات البيت بشكله الحالي نتاج لعمليات ترميم وصيانة أجريت عليه في تسعينيات القرن الماضي ويعد مقصدا مهما لمسيحي العراق والعالم ومن المؤمل أن يقيم فيه باب الفاتيكان قداسا في أثناء زيارته للعراق الشهر المقبل فخامة البناء دليل على أن هذا المنزل لشخصية مهمة 26 غرفة إضافة إلى ثلاث ساحات كبيرة ضمها هذا البيت الذي أضاف إلى هذه المدينة الأثرية قيمة مهمة لدى أبناء الديانات الثلاث من داخل مدينة أوري الأثرية أحمد السعيدي اشتركوا في القناة